السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في هاد الفيديو في هاد الفيديو ان شاء الله رحين اندروا مع بعض وضعية ادماجية قصيرة وبسيطة حول وصف لمنزلي للسنة الثانية متوسط نتمنى شاء الله ان هاد الفيديو مع الشرح القصير والبسيط للوضعية يفيدكم وتستفادوا مع لي اغين بلكم تابعوا معايا نبدأوا على بركة الله بسم الله هنا بما اننا رحين نصف المنزل نبدأوا العبارات الاولى دائما بكلمة منزل به القارئ وللأستاذ انتاعك يعرفك على وشرك تتحدث وبليرك فاهم المطلوب I live in a small house اسكنو ولا اعيش في منزل صغير It has one kitchen يحتوي على مطبخ two bedrooms غرفتين نوم and a bathroom وحمة I share the bedroom with my two brothers أتشاركوا غرفة النوم هنا مع اخوتي الاثنين At the weekend في نهاية الأسبوع We watch TV in the kitchen نشاهد التلفاز في المطبخ هنا ما عدناش living room عدنا التلفاز في المطبخ نجلسو كامل في الويكاند في المطبخ ونتفرجو I love my lovely house أحب منزلي الجميل I live in a small house تذكر المنزل الى صغير ولا كبير It has يحتوي على ماذا؟ تبدأ تقول على وش يحتوي المنزل تاعك من غرف It has one kitchen two bedrooms and a bathroom والحمام دائما حاشاكم or the toilet كاينة تذكروهم I share the bedroom with my two brothers هنا رامين تشارك الغرفة انت على النوم من رقوتش وحدي نشاركها مع اخوتي الاثنين إلى واحد عنده غرفة نوم وحده يقول I have my own ونتاعي وحدي At the weekends في عطلة نهاية الاسبوع ولا في الويكان We watch TV in the kitchen هنا بلك بزاف يقولوا لك كيفاش يتفرجوا التلفاز في المطبخ نعم كي تكون مكانش غرفة المعيشة ولا مكانش غرفة لنحطوا فيها التلفاز نظرا لضيق المنزل نحطوه في المطبخ ونجتمعوه في المطبخ ونتفرجوه وتحلى وتحلى الحياة اوكي I love my lovely house وحبوا منزلي الجميل ولا منزلي الرائع ولا منزلي المحبوب كما تحبوا مهم lovely هي وصف جميل لأي منزل نتمنى إن شاء الله إنه هاد الفيديو القصيرة والبسيطة لشرح منزل عفوا لوصفي منزل اتفيدكم وتستفادوا فيها منها في اختبارات إن شاء الله ما علي أغير نقول لكم ربي يوفقكم وينجحكم ويفرحكم ويفرح والديكم ونفرح إن شاء الله أنا معاكم في أمان الله أترككم في رعاية الله وحفظه تصبحوا بخير تصبحوا بخير